بحلقات سابقة حكينا عن جهاز الاندوليفت وعن النتائج اللي عم تحصل عليها الصبية من بعد اعتمادها الاجراء لهك اليوم حبينا نرجع نحكي عن ما يزعته ونتوسع اكتر بالتفاصيل لنشرح للصباية شو هي فوائده وشو النتيجة اللي ممكن يحصلوا عليها وكمان عدد الجلسات اللي ممكن يحفاجوها كل هاي المعلومات رح تخبرنا عنها الدكتورة رزان البيطار كيفك دكتورة يا اهلا وسهلا رشا اهلا فيكي يعني من بعض الاصداء الاجابية اللي سمعناها عن جهاز الاندوليفت حبينا نرجع نحكي شوية التفاصيل عنه كرمال الصباية يلي ما قدر يحضروا الحلقات السابقة يرجعوا يتعرفوا عليه بشكل اكبر خبرنا شو هو الجهاز الاندوليفت وشو ميزعته شو بيختلف عن باقي الاجهزة خلينا نحكي جهاز الاندوليفت هو عبارة عن ثورة بعالم شد الجلد هو بيأمن لي حل لكل حدا حابب يعمل شد للجلد عنده جلد مترهل عنده تجاعيد مثلا عنده المنطقة ممحددة وحابب يحددها بس هو ما بيحب يلجأ للجراحة او مثلا الحالة عنده خفيفة لمتوسطة فهو مو حابب يفوتوا بموضوع الجراحة هو بيعطيني الحل الانسب لهي الحالات خلينا نحكي عن آلية عمل هذا الجهاز تعرف فيه في صبايا بتخاف انه كيف بدي يشتغل فيه قبار فيه شو طبيعة عمله هذا الجهاز نحنا منعتمد فيه على ليزر دايود ليزر بتفوت هاي الأشعاء تبع الليزر عن طريق ليف دقيق تحت الجلد بيعمل لي إعادة هيكلة للنسوج بالإضافة لأنه بيعمل لي إزابة للدهون وبيعمل لي تحفيز للكولاجين خلينا نحكي شوي عن النتائج المتوقع بشكل صريح يعني كرمال الصبية ما تفكر أنه هي تعمل الجلسة تطلع شي تاني خلينا نحكي شوي نتائج صحيح لازم نكون صريحين بهذا الموضوع بيجينا زباين كتير عندون توقعات كتير كبيرة لهالموضوع فنحنا من نشرح لهم الموضوع ومنشرح لهم آليات عمل الجهاز النتائج المتوقعة بشكل صريح هو الجهاز بيستهدف لي الحالات الخفيفة للمتوسطة من الترهل من التجعيد بالإضافة أنه هو بيحدد لي المناطق أحيانا بيكون عنا دهون خفيفة بالمنطقة نعزعة شوي من الشكل نحنا هون جهاز الاندوليفت بيعمل لي نتائج كتير حلوة بالإضافة لأنه هو ما بيستهدف لي بس المشاكل الموجودة بالوجه كمان بيستهدفي المشاكل الموجودة بالجسم لو كان عنا ترهل بمناطق معينة من الجسم مثل البطن الخواصر الإيدين والرجلين كمان طيب إحدى الصبية ممكن تحصل على النتيجة تغري ولا بدأ تنطر لشوية وقت اللي بيميز جهاز الاندوليفت أنه نتائج سريعة وطويلة الأمانت الصبية بتكون طالعة من الجلسة أخذ النتيجة تقريباً 20% هاي العشرين بالمية بتزيد مع الوقت تقريباً بعد ثلاثة شهور من الجلسة بتكون أخذ الصبية نتيجة 100% وممكن تستمر النتيجة هاي تقريباً لثلاثة سنين بعد الإجراء نكون حافظين عليها تماماً أكيد وأكيد هي الصبية فيها الصبية أو الشب طبعاً فيهم يحافظوا على هاي النتيجة بالعناية شو هي هاي العناية؟ لنقول معناتها هاي عناية إضافية لهاي الجلسلة حتى يمكن تفعلها بشكل أكبر أو ناخد نتيجة أصوت أكيد الحفاظ على بشرتنا الحفاظ أول شيء من الأشعة الشمس هاد أول شيء ممكن نحكي كحفاظ يعني وعناية هاد ضرروا أكبر شيء تماماً أنه نحط لواقع الشمسي الحفاظ على الترطيب البشرة كمان يعني محتاجة ترطيب إن كان بشرب الماء أو استخدام المرتبات اليومية طيب دكتورة خلينا نحكي عن عدد الجلسات اللي ممكن تحتاجها الصبية أو يحتاجها الشب هالجلسة واحدة كافية أم ممكن نحتاج عدد جلسات تانية؟ اللي بيميز جهاز الإندوليفت أنا ما منحتاج فيه إلا جلسة واحدة وممكن أخذي النتيجة كتير حلوة واللي بيميزه أكتر وأكتر إنه هو إجراء تكنيكياً بسيط يعني الجلسة ما بتتعدى 30 إلى 40 دقيقة نحنا ما منحتاج إلا تخدير بسيط مو تخدير عام إطلاقاً وبيعمل لي نظارة بيعمل لي تحفيز للكولاجين وشد تمام دكتورة يعني هلأ اللي عم يحضروا هاي الحلقة أكيد شجعوا يعملوا هاي الجلسة بس خلينا نقول نحنا نوع عموضوع أنه هل في أشخاص ممنوعين من هاي الجلسة كذو مع الملك اللي هلأ يتشجع؟ أكيد هو بكل إجراء أحياناً بيكون عنا أشخاص ممنوعين بجلسة الإندوليفت الأشخاص الممنوعين هنالأشخاص الحوامل أو مثلاً اللي عندهم أمراض جلدية معينة بس هو إجمالاً أي حدا حابب يعمل عنا بمركز البيطار جلسة إندوليفت فنحنا منعملها جلسة استشارة عند أطباء مختصين لحتى يفحصوا ويعرفوا إذا هو حالته مناسبة للإجراء وحاب بنوه أن جهاز الإندوليفت هو حسري بمركز البيطار تمام حلو معناتها هلأ في استشارة هي أساسية قبل هي الجلسة ما حدا فيه يجي في الضغر يكون أنا بيعمل حتى الصبيع والشب يكونوا فايتين ومطمنين وعرفانين كل شيء تمام دكتورة بدي تشكرك على كل المعلومات اللي عطيتين إياها وأكيد نتمنى لك كل الضوء تشكي لعرفة اللي عرفة